في آخر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفق الطرفان على أن ترسل بغداد إلى أربيل شهريا 320 مليار دينار عراقي للأشهر الثلاثة المقبلة على أن تلتزم حكومة الإقليم بالإجراءات الاتحادية فيما يخص تصدير النفط والمنافذ الحدودية والإجراءات الجمهورية هناك ضغوطات من الأقليم من أجل الحصول على الأموال وعدم السماح بمجيء القوات العراقية من بغداد للسيطرة على المنافذ الحدودية مع دول الجوار وهذا يعني أنه سيكون الزعاج للقوة السياسية الشيعية التي وافقت ودعمت السيد الكاظمي للسيطرة على كل المنافذ مع إيران وكذلك مع الكويت في المناطق الوسط والجنوب مبلغ الثلاثمائة وعشرين مليار دينار عراقي الذي سترسله بغداد لأربيل أثار حفيظة عدد من النواب العراقيين الذين طالبوا الحكومة بتوضيح سبب إرسال هذا المبلغ في وقت تعاني منه بغداد من أزمة اقتصادية خانقة خصوصا وأن هذه الأموال احتسبت بشكل تقديري لعدم معرفة بغداد عدد الموظفين والمتقاعدين في الأقليم والأوجه التي ستصرف فيها هذه المبالغ لا يجد سند قانوني عدا موازنة 2019 لكن في المقابل في موازنة 2019 لم يتم الالتزام بتسليم العراق مبالغ وتسليم حكومة اتحادية مبالغ 250 ألف برميل يوميا تصدر عن طريق أقليم كردستان ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد الموظفين ولا يوجد نهاية لهذا الموضوع ما دام الموضوع يتعلق بقضية الهبات وقضية العلاقات الشخصية والمجاملات الشخصية فبالتأكيد الموضوع غير خاضع لإحصائيات معين لعدد الموظفين وتطالب أربيل بحصة 17% من الموازنة الاتحادية السنوية لعراق كاستحقاق طبيعي من واردات الدولة فيما تطالب بغداد تزويدها بأعداد الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان العراق وكمية النفط المصدر وضمان مشاركة الحكومة الاتحادية في إدارة المنافذ الحدودية عدم اتباع أسس دستورية لحد الخلافات بين بغداد واربيل تؤدي إلى ظهورها بين فترة وأخرى عند حدوث أي تغيير سياسي أو قبل أي استحقاق انتخابي والأمر يعود في ذلك بحسب بعض الآرى إلى وجود قوى سياسية تسعى إلى إبقاء الأمور معلقة بين بغداد واربيل دون إيجاد حل جذري مصطفى القطان قناة الغد بغداد